انا يعني بيجي انا مش حاسة ان هو يحبيني زي الاول انا مش حاسة ان هو بقى شغوف علي زي الاول انا مش حاسة بحب زوجي ليا زوجي انا ما بقيتش في دماغه واصلا مش بيبصلي مهما اعمل مش بيقول ده هو على طول نقض وكذا ليه هو المياه اللي بنسقي بيها الحب ديت ايه اللي فيها التقاوي والسماد وكل الحاجات اللي تنمي زرعة الحب وغرس الحب دوت لغات الحب الخامسة لغات الحب الخامسة الكلمة الشكرانية التشجيع والتحفيز كل ده كلام وكلمات الحب كلمات الحب اللي فيها بحبك اللي فيها يا معشوقاتي يا محبوباتي يا بيت هان انتي هو فيها فيها الكلمات دي تاني حاجة الوقت ما دي لغة من لغات الحب انا عملالك انا مخصصالك وقت وهي كمان لازم تشوف منك ان انت مخصص لها وقت ده الميا على فكرة دي السقية ده الزرع مش نسائكم حرص بالله عليكم يا ازواج ويا رجال ويا نساء اسمعوا الكلام ده ولو النساء سمعوا رح يقولوا الجزئية دية لازواجهم ضروري قولوا لهم لازم كده لازم فيه وقت يا ابني انا بطلب منك عشر ده في اليوم وبطلب منك انا عايز اقول لكم ان الزوجة كلها مثلا لو هي مش امرأة عاملة او كده او الله حتى لو عاملة مهاتين وي برضو مساعدة الزوج وهتنوي كذا وكذا يعني فيه نواية كتير احنا ما نقدرش نعيش من غير النواية وانتي لو زوجة ولا بنقادن عايشة من غير نواية حياتك هبقى المنصورة انا عايز اقول لك لا يعني احنا صحيح احنا عايزين لا شكرانية ولا جميلة في الدنيا بس معلش برضو يعني الواحد لما بيسمع كتر خير الجزاك الله خيرا بيتراضب فالوقت ان انا استشعر ان شريك حياتي اللي قدامي مكان راسلي وقت طب ايه احنا مشغول طول الاسبوع طب انا عندنا مثلا خميس ليه الخميس بالليل او الجمعة بعد الصلاة او ليلة سبت وحد مثلا او يوم السبت وحد مثلا في البلدان غربين طيب الجزء المهم جدا جدا في النقطة ديت ان كلا الطرفين ما هو مش على الست بس يعني مش على الست بس ان انا قاعد انامي الحب او هي عايشة في الحب اصلا هي عايشة في الحب وعايشة في المشاعر علشان كده انا دايما بقول اللي بيبتدي الخطوة الاولى الراجل في الحب او برغم ان الحب ده علوانه المرأة مثلا او هي ايه الحب المرأة مشاعر والدنيا لكن هي مش صاحبة المبادرة اول انت صاحب المبادرة ليه انت الراجل المرأة تستحي تبتدي وتستحي يقولك لأ ما هو اللي هيج ايوه لانها محل طلب يعني احنا لازم نفهم القاعدة دي العظيمة دي المرأة محل طلب فهي اللي يؤتى إليها فالمرأة هي اللي يؤتى إليها يؤتى إليها بالكلمة الطيبة يؤتى إليها بالتشجيع بالتحفيز بكلمات الحب بالشغف وحشتيني أنت اللي لي أنت اللي يان أنت اللي جوه العين والقلب والنين هو ده اللي يتقال تاني لغة زي ما قلنا لغة الوقت أنا ليه وقت في الحياة أنا مكرسه ليك عشر دقايق يا سيدي عشر دقايق في اليوم اسمع اسمع الحصيلة 25 ألف كلمة اللي هتقولها لك هي أن كان اسمع اسمع هي بتقول إيه لما بتيجي تقولك على مشكلة مش بتنكد عليك والله مش بتنكد هي بس بتشاركك لأن هي ما عندهاش حد تقوله أولا أنت فهي بتشاركك في القصة دي أنت مش عايز تسمع ده ده يعني سوء تقدير منك وعدم فهم لطبيعة شخصية المرأة والسيكولوجية التفكير المرأة تالت حاجة الهدايا ما بقولش مازي هاته الأصفر والأبيض دلوقتي معيني ده مطلوب دلوقتي وبشدة لكن الهدايا ولو يعني أنتو عارفين لو غلف شوكولاتايا كده بقى الشوكولاتايا عشان السكر أي حاجة أي حاجة تتغلف وتتجاب كده ورقة مكتوبة ساعات بيبقى فيه اموشينات بتتحط كده الاموشينات دي كأنها ظرف بيتفتح فيه أي حاجة أي حاجة بس طبعا حاجات العينية مطلوبة بعد الزواج يعني حلو الكلام وكل حاجة بس برضو إيه يعني حاجات العينية مطلوبة ونخلي بالنا منها جدا ده علشان أنمي الحب بيني والأمر ده مش على الراجل بس على الراجل والست كمان المشاركة من لغة من لغات الحب على فكرة المشاركة إن أنا وإنت هنتشارك في حاجة معينة يعني إيه مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة أهلي عمل لغة من لغات الحب الأعمال الخدمية دي أنا معاك أنا أشاركك أنا وإنتي نعمل الأمر ده حلو جدا نرى السلام عمله فموضوع المشاركة في عمل هاتي السلطة أعملها إن طب إنتي عايزين أعمل إيه طب هاتي طب إيه طب أنا أقول مخسل وإنتي ناشي أنا ناشي أي حاجة المشاركة تحس حتى قد دخل للقوضة بتاعت الأولاد لقتيها ما شاء الله حوقلة خش هدت العيال حوقلة كل عدتة كل هدمة في حدتة والشرف في حدتة لو كانوا كمان ابتدائي وإعدادي لسه فالدنيا عظيمة يعني يشارك وييجي ويقول ويعمل المشاركة وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مين النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا عليه اللي كان عنده غزوات النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان عنده نشر الدعوة هم نشر الدعوة للعالم كله اللي كان بيطلع وييجي في ست شهور ويعمل ويجي قبل الوفود وهكذا ولأ وقت في البيت لأهلهم محادش يا جماعة يعني معلش أنا ببقبلش لنعتذار في حاجة زي كده ليه لأ ولو أنا بطلبها عشر دقائي بقولوا عشر دقائي لكن تتساب كده يموت الحب يموت بصوا مش الست ممكن تتحمل واسمعوا يا أزواج ويا رجال الست ممكن تتحمل أي حاجة وأي مشكلة وأي نقص مادي ولا مع أي حاجة لو أنت بالضبط لو أنت قطر خير أنت والله ده ربنا عمره ما هيعوضني عن ده أنا لو لفت الدنيا محلاء زي قطر خير والله أنا راضي عنك ياه ياه تشيلك فوق رأسها تشيلك فوق دمكها ورأسها كده وتحطك جوه القلب ليه أصل أنت مقدرها أصل أنت حاسس بيها فحيتة موضوع إن أنا أنا بس بشاركك أنا بس معاك في أي أمر يا دمحايا لو والله ده حاسس بيه ولو حاجة بسيطة قد كده نعمل كمان لغة من لغات الحب التلامس سواء بقى التلامس بالإيد والسلام أو لغة العيون وحب وكلام اللي بيتقال بالعين أو التلامس البدن العلاقة الخاصة لما بين الرجل والمرأة وعدم وجود علاقة خاصة أو انتظامها أو فيه مشاكل في العلاقة الخاصة بيعرف أنه فيه مشاكل على طول مشاكل غرفة النوم تطلع على المشاكل إيه لو إيه اللي جوه جيب لي مشاكل مشكلة تربوية والأولاك ومش عارفة حصل كذا والزوج ويجيب لي مشكلة تاني إيه وضع العلاقة الخاصة لو هي فيه مشكلة فيها غير منتظمة ما انتوش مبسوطين حد بغدد على التاني حد بيتقفف من التاني حد ما بيرعيش متطلبات الآخر سواء الشريكين أحد الشريكين بتحصل مشكلة وبيموت الحب لو مات الحب بتنتقل علاقة الحب والاحترام والتقدير إحنا دايما بنقول كده الاحترام والتقدير والحب دولة سلاسية كده اسمها دعامة البيت حب واحترام وتقدير لو راح المسلت جوه البيت على فكرة جوه البيت والزوج والأسرة والأولاد كده لو راحت التلت تضلع دول بزت الزواج بزت الزيجة خلاص ما بقاش فيه ترجمة نانسي قنقر